السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماما بليزة ماليلي ششبرك فحكيت خلاص بعمل الطبختين طالما جاي عبالنا ملوخية وبعمل شوية ششبرك طنجرة هيك صغيرة على جبل ملوخية واللي بده ششبرك بيوكل ششبرك اللي بده ملوخية بيوكل طبعا ملوخية طبعا أنا الششبرك عاملة معاكم طريقتين نفس الشي تكريبا على قناتي بنزل فيديو اثنين ففيكم تدخلوا على فيديوهات تحطوا ششبرك صفرة مع سمر بتطلع لكم الرابط او الفيديو وفيكم تشوفوا الطريقة ورح احط لكم كمان الرابط في الصندوق الوصف طبعا اول شي عجنة العجينة عجنة الششبرك طحين ومرشة ملوح ومية وبحضفلها أنا ملعقتين من الزيت النباتي وكمان هنا رح اتركها ترتاح مدة ثلاث ساعة على بينما احضر الحشوة الحشوة اللي هي عبارة عن لحمة مفرومة وبصل وابهارات طبعا حطيت هون ملعقتين من الزيت النباتي وضفت عليهم اللحمة المفرومة زي ما انت شايفين حبابي بلشت افكك في اللحمة المفرومة عن بعض رشيت عليها رشة ملح رشة الملح بتساعد ان اللحمة المفرومة تفسخ عن بعض عندي هون ثلاث حبات من البصل أنا استخدمت بس حبتين لأن حبات البصل كانت كبيرة طبعا فرامتهم فرم ناعم وهون ضفتم على اللحمة لبينما اللحمة بلشت تتكرب على الاستواء ضفت البصل لأن البصل ما بيطول كثير ما بيتحمل كثير طبيخ بيتدبل بسرعة وأنا ما بدي البصل يضبل كثير كثير على آخر يكون تكريبا نص الاستواء بكمل باقي الاستواء مع اللبن طبعا هون رح أحركهم وبعدين رح أضيف عليهم كمان دفت كمان رشة ملح بسيطة وكمان رح أضيف فلفل أسود ورشة من الكرفة ورشة بسيطة من البهارات السبعة أو البهار المشكل ورح أحركهم مع بعض لبينما يندمجوا وتشتوا اللحمة والبصل منيح وهيك بتصير الحشوة عندنا جاهزة ولا أسهل من هيك حشوة طبعا بالنسبة للحشوات فيكم تحشو مثلا نفس الطريقة تعملوا مع الدجاج تقطعوا أو تفرموا ناعم مع بصل برضو بيصير فيكم تحشو جبنة بس هي الحشوة التقليدية والأصلية اللي هي في بلادنا بفلسطين وبالأردن بسوريا وبلبنان يعني بالشرق الأوسط المتعارف عليها هاي الحشوة الششبرك هي عبارة عن لحمة مفرومة مع البصل وشوية بهارات ملح وفلفل أسود هاي الحشوة الأصلية للششبرك طبعا هون رح أتركها تبرد بهاي الأثناء بدي أنا أبلش أفرد في عجينة الششبرك طبعا ما ورجيتكم جميع خطوات الفرد لأن بصراحة كنت أصور بإيد وأفرد بالإيد الثانية وعوادت تركت التصوير وبلشت أفرد بالإيدتين لأنه كان عندي الستاند أو التريباد اللي بأعلك عليه تلفوني أو الكاميرا كان مكسور ولسه ما جبت واحد تاني طلبته بس لسه ما إجاني طبعا بالشحن فهون بلشت أفرد في العجينة العجينة عشان ارتاحت ما شاء الله بتفرد معايا بكل سهولة يعني يعني ما غلبت ولا لازم نشط عليها لأ بكل سهولة بتفرد معايا طبعا عندي هذا الفنجان اللي هو فنجان الكهوة العربي بلشت أقطع فيهم بهذا الحجم هذا الحجم جدا ممتاز حجم صغير آخر دور لما عملت معاكم الشوكش برك قطعتهم بالفنجان أكبر شوية طلعوا كثير حلوين مرتبين بس أنا بصراحة بحب القطعة الصغيرة بحشوفها هيك أنعم وأرتب ويعني هيك حبيت أنا أقطعهم بالفنجان الصغير طبعا رح أقطعهم زي ما أنت شايفين بحاول ما أبعد القطعة عن الثانية كثير وهيك قطعت جميع العجين طبعا ما شاء الله أنا عجنت مقدار كوبين من الطحين أو كاستين ما شاء الله عملولي ثلث قطعات من هدولة يعني ركت ثلث مرات طبعا هلأ هون بدي أبلش أحشيهم وكمان رح أبرجيكم برضو إذا بدكم تحضروا الشوش براك مثلا وتحطوا بالفريزر رح نشوف كيف بنا نحضروا وكيف بنا نقدر نفرزوا وأي وقت بدنا يعني بنعوزوا بس نطلع من الفريزر ونسقطه على اللبن شايفين ولا أسهل من هيك طبعا أنا هلأ رح أكمل بدون كاميرا عشان أسهل وأسرع بالشو اللي إلي طبعا رح أعمل جميع الكمية ما شاء الله الكمية هاي عملت ليه ثلاث صواني اللي هي كوبين مل طحين عند بلادي كثير كثير أنا بحب الشوش براك طبعا أنا بنتناولوا يعني هيك لحاله بدون نرز في ناس بيطبخوا عجنبه رز أنا لما بعملوا بعمل كمية كبيرة منشان بس نوكل شوش براك لحاله بدون أي إشي تاني بس هالمرة هاي عملت كمية يعني بسيطة طنجرة صغيرة لإني أنا عاملة إملوخية حكيت اللي بده ملوخية بياكل واللي ما بده ملوخية بياكل شوش براك وكمان علشان ابني كمان طلب مني فهو كثير كثير بحب الشوش براك وما حبيت إني أخج له فدايما نحرص نعمل أشياء اللي بحبوها أولادنا طبعا هنا أنا مكملة نفس الخطبات ما شاء الله شايفين هيك طبعا حطيتهم بالفرن شمعت صنيتين حطيتهم بالفرن بس هيك فولعت الشواية من فوق بس أخذوا لون إشي بسيط حسيتهم نشف شوي خلاص بطلعهم من الفرن أنا بحب الطريقة هاي في ناس بيسكتوا بدون ما يحطوا بالفرن والطريقة هاي الثانية هاي الصينية ما حطيتها بالفرن بدي أفرزها رح أحطها بالفريزر حطيتها بالفريزر تكريبا نص ساعة أو ساعة بعدين طلعتها لما طلعتها من الفريزر صار سهل علي إني أحمل الحبة وأحطهم في أكياس التجميد أو التفريز هاي طريقة خلاص هيك جعلنا منضمن لما نفرزوا إنه ما بلزك ولا بنفس على بعض هيك بيظل متماسك وكل حبة بحبتها طبعا هيك بنسكر أكياس التفريز وبعدين بندخلهم على الفريزر هيك خلاص هاي طريقتين من طرق التفريز يا إما بتشمعوهم بالفرن وبتحطوهم في أكياس الفريزر وعلى الفريزر يا إما بتحطوا الششبرك في الصينية بالفريزر وبعدين بتطلعوهم من الفريزر وبتشيلوه من الصينية بتحطوه في أكياس التفريز طبعا أنا هلا رح أفرزهم لأن الأسبوع الجاي أو بعد أكمن يوم طبعا صاحباتي جايين لعندي عندي جمعة ورح أعمل غداء وطبعا بس وقت ما بدي بطول الششبرك من الفريزر وبضيفه على اللبن طبعا هون أنا خلطت اللبن في الخلاط مع معلكة من النشا وبدي أبلش أدل أحرك فيه لبين ما يغلى معاي اللبن علشان أسقط عليه حبات الششبرك طبعا نستمر في التحريك لبين ما يغلى معانا اللبن مات سقط الششبرك بدون ما يغلى اللبن أول إشي أغلو اللبن وبعدها سقط الششبرك عملية التحريك لازم نستمر فيها علشان ما اللبن ما يفسخ معانا ويعمل معانا كتل فبس بصراحة نوعية اللبن هاي أول مرة أنا بجربها وبصراحة يعني منيحة بس ما عجبتني كثير مثل اللبن اللي أنا متعودة عليه بس تعمله كل مرة فبس خلص يعني ثاني دور أنا مش رح أجيبه شافين ما عجبني كثير بس الطعم كان كثير زاكي بس ما عجبني كوام اللبن فهيك اللبن طبعا عملت له طشة الثومة وملعكة نعنعناها في شيف وصار عندي جاهز طبعا هون اضفنا الكاونتر بعد ما خلصت تطبيق الششبرك ما شاء الله ساري المعلمة وهلأ كمان الششبرك ما أخذ وقت كثير في الاستواء ربع ساعة بكون مستوي ولسه في معي وقت هلأ بدي أبلش أحضر طبعا لطبخة الملوخية بس طبعا الششبرك بلشت فيه بدري الصباح طبعا علشان بيأخذ وقت فحكيت خلص بخلص الششبرك وبضمن أني ارتحت منه جبت هون تنجرة كنت فارمة فيها بصلة صغيرة وضفت عليها مسيت نباتي بدي أحوس البصلة شوية بعدين رح أسقط الزجاج عندي مقدار هون جاجة ونص أنا بحب أطبخ كل يوم طبخة اللي بتكفينا ودائما سبحان الله معنا الكمية قليلة دائما إلا يزيد لأنه عندي أولادي أكلهم يعني جدا عادي مش يعني هذولاك الأكلة كثير كثير بيسحبه في الأكل فبطبخه على الكد اللي يعني يروح في نفس اليوم بس حتى لو ضل قطعة أو قطعتين بيتحش علي إذا حد جاء أو لثاني يوم بس أخنا ودائما هم كمان بيفضلوا الأكل الطازة كل يوم يعني في أكلات بتبات بيحبوها بيأكلوا منها ثاني يوم بس في أكلات بتبات فما بيحبوا يأكلوا منها فعلشان هيك دائما أحرص تعملوا يعني الأكل على كدكم أنتوا ولادكم واللي يروح وتطبخوا كل يوم طبخة طازة طبعا وكمان التبذير مكروه وحرام أن المبذرين كانوا إخوان الشياطين فالحمد الله طبعا أنتوا بتكونوا عارفين عائلتكم شو بتوكل وكديش يعني المكتار فبتعملوا على الكد طبعا حصت الجاج وبعد ما كرب الجاج على الاستواء شلتوا شلت الكطع حطيتهم على الجهة وفي عندي كطع جاج سطور دجاج بدون عدم خليتهم في شربة الدجاج وضفت عليهم الملوخية عندي باكتين مفرزة وضفت كمان تكريبا نص كوب ملوخية ناشفة بحب أمزج الملوخية المفرزة مع الملوخية الناشفة النعمة تعطيني كوام كثير طيب وذاكي طبعا وأكيد حبايبي معروف أن الملوخية بدها رز أبيض بالشعرية طبعا هنا كان في زيت نباتي مع ملعقة من السمنة حصت الشعرية فيهم لبينما أخذت اللون الذهبي كنت ناكع هنا رز برضو تقريبا ثلاث كسات رز الحبة الكثيرة وحركته منيح منيح مع الشعرية أكيد رح أملح رح أضيف عليه الملح وأترك الرز يستوي على راحته طعم السمنة بالرز الملوخية كثير كثير طيب طبعا هون كلت ثومة دكت ثومة وكلتها بالزيت رح أعمل طشة للملوخية وطشة منه من نفس الكمية أكسمها بين الششبرك طبخة الششبرك والملوخية نفس الطشة رح أوزعها على الملوخية وأترك شوية للششبرك طبعا هذولاك اللي تضلوا رح أضيفهم على الششبرك وهيك الملوخية صارت عندي جاهزة بعد ما أضيف الطشة بخليها تغلى غلوتين يعني مدة دقيقة أو دقيقتين وبعدين بطفي عليها طبعا الدجاج الكطع الكاملة طبعا رح أحمرهم بشوية مع الزيت والبهارات والسفاني الدجاج اللي بدون عدم المقطعة تركتها في الملوخية وهاي طبختنا وهذا كان غدانا لليوم حبايبي بتمنى أنكم تكونوا حبيت الفيديو واستمتعتوا فيه طبعا أنا رح أحل وصفة الملوخية وصفة الششبرك رح أترك لكم الرابط في صندوق الوصف لأنني أنا عاملتهم معاكم مصورة كذا دور ملوخية ونفس الشي الششبرك مصوريتها كذا دور على القناة فرح أترك الروابط في صندوق الوصف طبعا أسفل الفيديو بتكبسوا على صندوق الوصف فبتطلع الرابط إذا حابين تشوف الوصفة بتكبسوا على الرابط وبعدين بيخدكم على اليوتيوب على الفيديو بدي أحكي شغلة بالنسبة للمشتركين وعندي كمان متابعين بيحكوا إنه مش كادرين بيحاولوا يعملوا لايك مش كادرين يعملوا لايك بيحاولوا يفعلوا الجرس الجرس عندهم ما بيتفعل أنا بحكي لكم ليش المشكلة عندكم إنكم لازم تضبطوا الأكاونت بتاعكم على اليوتيوب اللي هو لازم يتجددوا الإيميل إذا إنتوا الإيميل تبعكم ياهو مش رح يزبط لازم يكون جوجل تدخل وتعملوا إيميل جديد أكاونت جديد على جوجل حتى يعني إيميل جديد مش رح يضركم عادي وبتتبعوا بتحطوا طبعا الإس عنوان الإيميل وبتحطوا كمان كلمة السر اللي هي الباسورد وبتعملوا كونفيرم وصبمت فإن شاء الله بيتجدد معاكم الأكاونت لما تجددوه إرجعوا على الفيديوهات بتشوفوا إنه رح يزبط معاكم لما تعملوا اللايك برح تكبسوا على اللايك تزبط تكبس معاكم وإذا حبيتوا تفعلوا الجرس طبعا بمجرد ما تكبسوا على الجرس هو بكون على اليمين تكبسوا على الجرس هو بكون لونه أحمر إذا بيكل برمادي خلاص هذا بعني إنكم فعلتوا الجرس وبيزبط معاكم طبعا هون أخدت استراحة غدينا ونظفت المطبخ وعملت كاسة شاي إلو اللي زوجي طبعا أنا هون قلت بدي أخذ استراحة طبعا كبل ما يأذن المغرب فحبيت أحضر لأشوف البرامج طبعا بحب أتابعها وأخدت استراحة وهذا كان كل شي لليوم بتمنى أنكم تكونوا حبيت الفيديو واستمتعتوا فيه حبيعي برحانه الفيديو اللي هون استنوني بوصفات جديدة وفيديوهات جديدة وبحبكم في اللقاء باي باي